على أنقاض بيتها الذي دمره الإرهاب تقف أم زينب حاملة ذكريات زوجها الذي خطفت روحه رصاصة التنظيمات الإرهابية خلال مقارعته لها في إحدى معارك تحيير الأنبارة أم زينب وبعد ثماني سنوات على دمار المنزل ها هي تفقد سند البيت والبيت وتعيش ضحية إرهاب ضرب قرية كانت آمنة شمال الرمادي نحن كنا مهجرين ببغداد وهو كان يدوم محافظتنا بالرمادي وأثناء مال داعش ومالت الخالدية حداث الخالدية الأخيرة أثناء الواجب وحتى رادوا من عنده يبطل ويترك ما قبل فمن استشهد وراء ما استشهد بيت يوقعوا رأسا وقعوا للقائز ها هي السيدة الصامدة الأولى تحرك ماكنة الخياطة لتجابها قسوة الحياة من أجل لقمة عيش لها والابنتيها اليتيمتين ترسم هذه المرأة الحديدية صورة طاهرة عن الكسب الحلال في ظل غياب العون ها السيدة أشتغل بالمعجنات أشتغل كوبة أشتغل حلويات أخيط عدي مكين أخيط بيها للناس يعني انت شالت على نفسي بكل شعر لمدة عيش بناتي وأواصل بنات المرحلة لليهن يريد انهى تعيش أم زينب منذ تدمير بيتها مع إخوتها داخل بيت متواضع يتسع لها والابنتيها في وقت ضاقت عليها الدنيا وأغلقت أمامها الأبواب أنا أهلي والله ما أغصروا وياي الحمد لله وشكرا من ذاك اليوم وهي من 2016 أنا وياهم بس أريد يعني شون مثل ما يقول بيت أعيش بي أنا وبنات مستقلة هم هنا يرتاحن وهم أنا أرتاحن آلاف القصص المؤلمة يعيشها ضحايا التنظيمات الإرهابية في الأنبارة لكن الأمل في الاستمرار بالحياة لا ينقطع في أكثر المدن التي قارعته لسنوات نبيل عزامي يو تي في الأنبارة